بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله وقاتكم بكل خير نبدأ معكم اليوم اللقاء الرابع من لقاءات تصميم منطق الحاسوب بعنوان الدول البولية وسنناقش عزيزي المشاهدين في هذا اللقاء المفاهيم التالية تعريف الدالة البولية وطرق تمثيل الدالة البولية عزيزي المشاهد ننتقل الآن لتعريف الدالة البولية ممكن للمتغير البولي أن يأخذ إحدى القيمتين 0 أو 1 والدالة البولية هي تعبير مكون من متغيرات بولية بالإضافة إلى العوامل البولية أو و و ليس والأقواس وإشارة المساواة ويمكن أن تكون قيمة الدالة البولية إما 0 أو 1 لقيمة محددة للمتغيرات البولية تأمل عزيز المشاهد على سبيل المثال الدالة البولية التالية F1 تساوي A B C' فتكون قيمة الدالة F1 تساوي 1 إذا كانت A تساوي 1 B تساوي 1 C' تساوي 1 وإلا فستكون قيمة F1 تساوي 0 عزيز المشاهد هناك عدة طرق لتمثيل الدالة البولية وهي أولاً جدول الجدارة ثانياً مخططات فين ثالثاً الدوائر المنطقية وهي صيغ غير معيارية حيث أنه يوجد لدينا صيغ معيارية أيضاً لتمثيل الدول البولية والتي سنتحدث عنها في الحلقات القادمة وكما يمكن تحويل أي شكل من الأشكال السابقة أو أي صيغة إلى الأشكال والصيغ الأخرى حيث يمكن أن يكون جدول الجدارة وسيط التحويل نبدأ عزيز المشاهد بجدول الجدارة نحتاج لتمثيل الدالة البولية المكونة من N من المتغيرات باستعمال جدول الجدارة إلى قائمة تحوي 2 أس N من مجموعات الخيمتين 0 و 1 المناظر لهذه المتغيرات وسوف يحتوي هذا الجدول على 2 أس N صف و N زاد 1 عمود عزيز المشاهد إليك المثال التالي نكون جدول الجدارة للدالة التالية F2 تساوي A or B' or C وإليك خطوات الحل أولاً يوجد في الدالة ثلاث متغيرات مختلفة هي A, B و C لذا سيتضمن جدولها 2 أس 3 ويساوي 8 من مجموعات القيم 0 و 1 وتبين الصفوف الثمانية المكونة من الأعمدة الثلاث الأولى من الجدول هذه المجموعات وتناظر مجموعات القيم هذه جميع العداد الثنائية من 0, 0, 0 ولغاية 1, 1, 1 ومن أجل معرفة قيمة F2 لكل مجموعة من مجموعات القيم نحتاج إلى معرفة قيم كل من A و B و C عند كل الصف في الجدول ثم تنفيذ عملية أو على هذه القيم ونحتاج إلى عمود رابع على الأقل لنبين من خلاله قيمة الدالة F2 لكل مجموعة من مجموعات القيم المبينة في صفوف الجدول الثمانية ولكن قد نضيف عمود آخر نبين في قيمة B Prime ولزيادة الوضوح سيحتوي الجدول على ثمانية صفوف وخمسة أعمدة عزيز المشاهد ننتقل الآن إلى الطريقة الثانية لتمثيل الدول البولية وهي مخططات VIN توفر مخططات VIN تمثينا بالرسم للدول البولية ويتم تمثيل كل متغير بواسطة دائرة خاصة به وترسم جميع الدوار داخل مستطيل واحد ويمكن للدوار أن تتداخل فيما بينها وتبين أشكال المجاورة بعض الأمثل على تمثيل الدول بواسطة مخططات VIN حيث يعبر هذا الشكل الأول عن دالة بمتغير واحد أما هذا الشكل الثاني يعبر عن دالة بمتغيرين حيث تمثل المنطقة باللون البرتقالي منطقة A, B والشكل الأخير يعبر عن دالة بثلاث متغيرات حيث تمثل المنطقة باللون البرتقالي منطقة A, B, C عزيز المشاهد من الجديد بالذكر أن مخططات VIN لا تستخدم بكثرة في الحالات التي تحتوي على أكثر من ثلاث متغيرات وذلك لصعوبة رسمها واستخلاص النتائج منها عزيز المشاهد ننتقل الآن إلى الطريقة الثالثة من طرق تمثيل الدول البولية وهي الدوائر المنطقية يمكن تمثيل الدول البولية أيضاً باستعمال الدوائر المنطقية التي يمكن الحصول عليها من خلال تحويل التعبير الجبري للدالة إلى مخططات منطقية مكوهة من بوابات و أو ليس إليك عزيز المشاهد الشكل المجاور الذي يبين المخططات المنطقية للدول البولية التي مرت معنا في هذا اللقاء وإليك الدالة F1 تساوي A, B, C' ولتصميم هذه الدالة فقد استعملنا بوابة و ذات الثلاث مداخل واستعملنا أيضاً دارة عكس من أجل الحصول على متممة المتغير C أما لتصميم الدالة A or B' or C فقد استعملنا بوابة أو بثلاث مداخل ودارة عكس من أجل الحصول على متممة المتغير B وأخيراً لتصميم الدالة F تساوي A, B' D or A' C' D' or A' B' C فقد استعملنا ثلاث بوابات و من أجل الحصول على كل من الحدود الثلاث بوابة أو وثلاث دوائر ليس من أجل الحصول على المتممة المتغيرات A, B, C وتصبح دوائر ليس غير ضرورية في حال توفر المتغير والمتممة له بهذا نكون قد بينا لك عديد المشاهد تعريف الدالة البولية وما هي طرق تمثيل الدالة البولية ولهنا أعزاء المشاهدين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته